السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسأد الله مسائكم بكل خير اليوم سوف نقدم لكم أفضل طريقة لزراعة أقلامتين وهذه الطريقة التي سوف نقدمها لكم اليوم هي من أنجح الطرق لهذه الزراعة وإذا زرعتم متابعين للكرام مثل هذه الزراعة فسوف تحصلون على ألف أشجارتين بطريقة مجانية فما عليكم سوى اتباع جميل الخطوات التي سنقوم بها في هذا الفيديو خطوة بخطوة وفي البداية نود أن نعرف من أي بلد تتابعون صفحة تعليم الزراعة والآن متابعنا الكرام فسوف نمر بكم مباشرة لكي نعرفكم على خطوات هذه الزراعة فبالنسبة للخطوات وهي سهل وبسيطة جدا يمكن لأي شخص يشاهد هذا الفيديو أن يقوم بها بنص الطريقة سواء كان مبتدئ في عالم الزراعة أو محترف وأيضا نود أن نعرف إذا كانت لديكم بعض التساؤلات في مجال الزراعة بصفحة أم أو زراعتين من خلال الأقلام أو من خلال الوذور أو من خلال الشتل فنحن سنجيبه عن جميع تعليقاتكم بدون أي استثناء إذا متابعنا الكرام إذا شاهدتم هذا الفيديو حتى الآن واستفدتم منه ولو بالقليل لا تنسوا لايك ومتابع للصفحة فقط لدامنا لكي نستمر في تقديم المزيد من الزراعات الجديدة والمختلفة وأيضا سنقدم لكم طرق زراعية سهر وبسيطة يمكن لأي مشاهد أن يقوم بها وكما تعلمون وتشاهدون في فيديوهاتنا السابقة نحن دائما نقدم لكم طرق زراعية سهلة وبسيطة يمكن لأي شخص أو لأي مزاري أن يقوم بها وأيضا جميع الزراعات التي نقدمها لكم لا تكلف منكم الكثير من الجود ولا الكثير من الميل فقد تحتاج منكم إلا القليل من الذكاء والخبر والآن سنتحدث عن الذين يتسائلون عن السماد الأدوي فيمكنكم زيادة السماد الأدوي مع التربة لأن دورهم مهم في الزراع فهو يحافظ على رطوبة التربة ويساعد في عملية النمو بسرعة أما للذين يتسائلون ما معنى السماد الأدوي فالسماد باختصار هو مخلفات الأبقار والماعز والحيوانات بصفحة عامة وغدا إن شاء الله في نفس الوقت على الساعة السادسة والنصف بشوقات المغرب وعلى الساعة العاشرة بشوقات سعودية سنقوم بإنزال الفيديو الجديد وزراعة جديدة إن شاء الله كونوا في الموعين وبمناسبة زراعة هذه الشجرة المباركة فسوف نذكركم بقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم زرع زرعا أو غرس غرسا فيأكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمتا إلا وله فيه أجرا كبيرا والآن متابعين الكرام لقد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو نتمنى لينار إعجابكم وانتشاركونه مع أصدقائكم وأحبائكم حتى يصل إلى عدد كبير من المشاهدين وتعمل فائدة للجميع إذن متابعين الكرام مع السلامة نلتقي في فيديو جديد وزراعة جديدة إن شاء الله كونوا في الموعين كان معكم الأستاذ عبد المولى العماري من قناة تعليم الزراعة ترجمة نانسي قنقر